السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم على قناة مسرسة التعليمية الخاصة بشرح دروس اللغة الإنجليزية النهاردة إن شاء الله هنبدأ معكم شرح منهج اللغة الإنجليزية المقررة للصف الثاني الابتدائي منهج Connect للصف الثاني الابتدائي هنبدأ معكم يونيت 1 الوحدة الأولى عنوانها Meet My Family Meet My Family قابل عائلتي Exercise 1 Look and lesson انظر واستمع الدرس الأول عندنا الديالوج محادثة Between أميرة بتتكلم مع هاني هانا يبقى أميرة وجدها بتتكلم مع هاني وهانا وعائلته أول واحد تكلم أميرة جد أميرة بيقول لهم Good Evening Good Evening يعني مساء الخير رد عليه Parents الوالدين قالوا له Good Evening يعني مساء الخير أميرة بتشاور على جدها بتقول This is My Grand Ba This is My Grand Ba يعني هذا جدي وبعد كده بتشاور على أصدقائها هاني وهانا بتقول These are My Parents These are My Parents يبقى هنا نخلي بالنا لما بتكلم عن مفرد بقول This is لما بتكلم عن جامع بقول These are These are My Friends بعد كده هاني بيشاور على His Cousin ابن عمه بيقول This is My Cousin He is 5 years old يبقى ده ابن عمه وعنده خمس سنين بعد كده هانا بتشاور على باباها ومامتها بتقول These are My Parents يبقى هنا عشان جمع بنقول These are My Parents يعني هؤلاء والداء تعالوا نسمع المحادثة مرة تانية Look and Listen Good evening Good evening This is My Grandpa These Are My Friends This Is My Cousin He Is 5 Years Old These Are My Parents Beage 3 صفحة 3 Listening and Reading Exercise 1 Listen and Read نص قراءة الولد اللي في الصورة ده بيعرفنا بهز فاميلي بعائلته بيقوله Let me introduce my فاميلي هقدم لكم عائلتي These Are My Parents لو بصينا في أول الصورة هنا Grandma Grandba ومن فوق كتب لنا Grandparents يعني أجدادي الولد بيقول لنا These Are My Grandparents يعني هؤلاء أجدادي This Is My Uncle اللي جنبهم هنا This Is My Uncle يعني ده عمي His Name Is Amr هو اسمه Amr He wears glasses وهو بيرتدي نظارة Look at my parents انظروا إلى والدي بابايا وممتي My parents يب My father and my mother My father is a teacher بابايا teacher مدرس And my mother is a nurse وممتي ممرضة My cousin mona is eight بنت عمي mona عندها 8 سنين And my cousin mazen is six وابن عم mazen عنده 6 سنين يبا دي كانت his family عائلته تعالوا نسمع النص مرة ثانية Listen and read Let me introduce my family These are my grandparents This is my uncle His name is Amr He wears glasses Look at my parents My father is a teacher And my mother is a nurse My sister Amina is five My cousin Muna is eight And my cousin Mazen is six And I would my and I would that would I would be a I and شكرا 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 1. This is my uncle. He wears glasses. This is my uncle. He wears glasses. 2. These are my parents. These are my parents. 3. This is my cousin Mona. She's 8. This is my cousin Mona. She's 8. 4. My sister Amina is wearing an orange skirt and a brown jacket. My sister Amina is wearing an orange skirt and a brown jacket. تارهو دلوقتي دي بدأ في الليسون تو درس التاني وعنوانه greetings. greetings يعني التحيييي. اكترسايز وايه. اقرأ وقل نحن نقسم التحية لأربع أجزة الجزء الأول موجود في نومبر وان وهنا أروى بتتكلم مع ستاة فستاة بتقول لها ردت قالت لها يبقى هنا أروى ستاة بتتكلم مع ستاة أروى بتقول لها يعني صباح الخير ردت قالت لها صباح الخير الصورة الثانية أروى بتتكلم مع جدها جدها بيقولها مساء الخير تحية بعض الظهر ردت أروى قالت له جد أفترنون جراند با باكتشر نومبر ثري جود إيفنينج جراند ما مساء الخير يا جدتي فردت جدة أروى لتلاها جود إيفنينج أروى يعني مساء الخير يا عبي باكتشر نومبر فور الصورة الرابعة هنا جراند با جدها بيقولها تصبح على خير يا أروى ردت قالت له جود نايت جراند با يعني تصبح على خير يا جد تعالوا نسمع جمل دي مرحبا 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 تعالوا نشوف اكسرسايز 2 لسن عندنا فر سنتنس نمبر 1 مرحبا 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 تقالوا نسمع مرة تانية تقالوا نسمع مرة تانية تقالوا نسمع مرة تانية أجزاء اليوم قبل هنا أربع صور تعالوا نقرأ القمل دي الأول هنا هو القملة بيقول لي يعني الشمس بتشرق في الصباح القملة التانية يعني الشمس بتشرق في الصباح بتغرب في المساء آخر صور عندنا The moon is in the sky at night The moon is in the sky at night يعني الأمر بيكون موجود في السماء بالليل تعالوا نسمع الجمل دي مرة تانية The sun comes up in the morning The sun is in the sky in the afternoon The sun goes down in the evening The moon is in the sky at night دلوقتي معدنا مع الليسون ستري درسة التالت ستوري ستوري يعني قصة هنا عنوانها New friends أصدقاء جد أصدقاء جد ننظر استمع وقرأ بكتشر نمبر وان هنا قبل طايتل بيقول لي هاني و هانا عندهم جيران جودات بيتكلموا مع بعض هانا بتتكلم مع صاحبتها أو جارتها الجديدة جارتها الجديدة بتقول لها Good morning I am Rana Good morning I am Rana يعني بتقول لها صباح الخير أنا Rana ردت عليها هانا قالت لها I am Hana أنا Hana This is my brother Hany وبتشور على أخوها هاني بتقول لها This is my brother Hany يعني ده أخويا Hany صاحبتها الجديدة رانا أخوها اللي موجود في الصورة ده And he is father and mother فأخوها بيقول لي I am Rami أنا Rami These are my parents ودولة والدي بابايا ومامتي This is my sister وبيشاور على رانا بيقول This is my sister يعني ده أختي ده كانت بيكتشور نمبر 1 تعالوا شوف بيكتشور نمبر 2 هاني and Hana Wanted to play with Rami and Rana هنا هاني وهانا كانوا عايزين يلعبوا مع أصدقائهم الجدد Rami و Rana عشان كده هاني بيتكلم مع Rami بيقول له Come and play This afternoon Come and play this afternoon تعالوا نلعب سوا بعد الدور فرد عليه رامي يقال له I can't I can't يعني أنا لا أستطيع I have to help my parents عشان أنا مضطر أن أنا أساعد بابايا ومامتي رد عليه هاني قال له We can help We can help نستطيع مساعدتك بيكتشور نمبر 3 الصورة الثالثة عنوانها بيقول لي هاني helps Rami هاني راح عشان يساعد رامي بعد ما خلصوا الحاجات المطلوبة منهم هاني بيقوله finished خلصنا انتهينا Rami قال له Thank you شكرا لك Let's play دلوقتي ممكن نلعب هيا نلعب بيكتشور نمبر 4 الصورة الأخيرة The families are now friends العائلتين أصبحوا أصدقوا موجودين أهو العائلتين في الصورة بيتكلموا مع بعض هاني's father and Rami's father بيقولوا البعض Good evening مساء الخير تحت الأولاد بيتكلموا مع بعض رامي بيقول هاني بيقول This are my new friends Rami and Rana وهنا البنت بتتكلم بتقول This are my new friends هاني and Hala دولة أصدقائق Good dad هاني وحامل ودي كانت نهاية القصة ونهاية لسون 3 درس الراقم لذلك